من 7 تموز بعد الاحتجاجات الطلبية مستمرة بشوارع بنجلاديش رغم مقتل 204 متظاهرين شو اسباب التظاهرات؟ بلشت الاحتجاجات بعد قرار المحكمة العليا الشهر الماضي تخصيص 30% من الوظائف الحكومية لعائلات المحاربين القدامة اللي شاركوا بحرب الاستقلال عن باكستان بال1971 و 26% من الوظائف لشرائح اثنية وقبلية وديموغرافية مختلفة بيعني هالقرار انه 44% بس من الوظائف العامة حتتحدد حسب الكفاءة ترفق الغضب الاقتصادي مع غضب سياسي بعد ما ضربت الشيخة حسينة واجد رئيسة الوزراء البنجلاديشية الرقم القياسي لأطول ولية لرئيس حكومة بالعالم 20 سنة قضيتهم بهالمنصب بزعامة حزب رابطة عوامي قبل ما تجدد ولية خامسة هالسنة طلاب بنجلاديش كان عندهم كتير اسباب لا يفجروا الشارع واحد جربت بنجلاديش فكرة الكوتا قبل الـ 2018 ولغطا نظام الكوتا بيمنع وصول عدد كبير من المؤهلين للوظائف العامة كانت المناصب عم تتعبى اعتباطيا من اشخاص مش مؤهلين لمجرد تطبيق الكوتا 2- حرمان الشباب المؤهلين من الوظائف عم يسير ببلد في 18 مليون شاب عاطل عن العمل 3- شايف الطلاب فكرة الكوتا بالمناصب العامة كمحاولة لتعزيز قبضة الحزب الحاكم على القطاع العام مثل كتير خطوات صارت اخر 20 سنة لتضييق هامش الحريات السياسية بالبلد واكدت ردة فعل الحكومة على الاحتجاجات هالنظرة بعد ما تم قطع الاقتصالات ومنع التجول وقتل المتظاهرين بعد 14 يوم من الاحتجاجات ألغت محكمة التمييز قرار المحكمة العليا وخفضت كوتا الوظائف لـ 7% بس الطلاب رفعوا سقف المطالب لتشمل إيقالة وزراء ومسؤولين أمنيين محاكمة الشخصية لاتخذت قرار الاعتداء على المتظاهرين محاكمة الشخصية لاتخذت قرار الاعتداء على المتظاهرين